رغم التحذيرات الكثيرة التي تلقاها قرر رئيس الحكومة الأردنية عبدالله نسور البدأ بسلسلة من الإجراءات الاقتصادية التقشفية كان أول هذه القرارات رفع الدعم عن أسعار المحروقات وفورا نزل آلاف المواطنين إلى الشوارع في العاصم عمان وفي مدن عدة أخرى مطالبين الحكومة بالعودة عن قرارها ومحاربة الفساد الذي يكلف برأيهم خزينة الدولة أضعاف ما تقدمه من دعم للسلع الأساسية لكن خبراء الاقتصاد يقولون أن الحكومة الأردنية كانت مضطرة لاتخاذ هكذا قرارات حتى تتجنب إشهار إفلاس الدولة في ظل انقطاع الدعم الخارجي وتزايد الضغوطات على عمان لاتخاذ مواقفها سياسية معينة الأردن صخة شعبي وحكومة تحاول إنقاذ ما يمكن إنقاذه موضوع حوارنا لهذه الليلة ونستضيف فيه من عمان مدير مركز الأردن الجديد للدراسات هاني الحوراني معنا أيضا من عمان الصحفي والأكاديمي موسى برهوما بإمكانكم أيضا المشاركة في الحوار من خلال طرح الأسئلة والاستفسارات على موقعينا على تويتر وعلى الفيسبوك مرحبا بضيفي سأبدأ معك أستاذ هاني يعني في المرة الماضية كان رفع للأسعار بشكل مشابه ولكن أقل بنسبة أقل من هذه المرة ثار الناس اضطر الملك إلى التراجع عن هذا القرار ماذا كانت تتوقع الحكومة هذه المرة شيء مختلف أخشى أن يتكرر الشيء ذاته ما في شك أن الحكومة أمام مأزق هناك استحقاق نتيجة ارتفاع المديونية وارتفاع العجز في موازنة الدولة وتقطير الدول الشقيقة والصديقة في تقديم يد العون إن كان على شكل مدعوم أو بأشكال مالية أخرى هذا الاستحقاق لا بد من الوفاء به من ناحية وقد ماطلت الحكومات أو جربت الحكومات السابقة أن تتجنب هذا القيار لكنها فشلت في ذلك المهم في الأمر أن الشيء المختلف الآن هو أن قدرة الناس على تلبية هذا الاستحقاق هي قدرة باتت شبه معدومة هذا الوضع إمكانية تحميل الناس أباء إضافية لم يعد ممكناً خصوصاً في ظل وضع سياسي مأزوم ووضع إقليمي مأزوم أيضاً الوضع السياسي الداخلي لنفترض لو كانت هذه القرارات أو هذه السياسات قابلة للتنفيذ وناجعة كان يجب أن تنهض بها حكومة إنقاذ وطني حكومة وحدة وطنية طيب سأعود إلى مسألة حكومة الإنقاذ الوطني التي تبني عن المواطنين بقبول هذا الثمن حكومة الإنقاذ الوطني تعبير يستخدم في الفترة الأخيرة بشكل كبير لا أدري ما الذي يعنيه تحديداً ربما أعود إليك لأسألك عن هذا الموضوع ولكن ستوجه إلى الأستاذ موسى برهومة مساء الخير بداية أستاذ موسى مرحباً بك القرارات كانت متوقعة شكراً القرارات كانت متوقعة أن الناس تتداول هذا الشأن منذ فترة لكن يبدو أن رد الفعل بهذه الحدة لم يكن متوقعاً هل الأردن بصدد شتاء ساخن بالفعل كما يرى البعض يعني مسألة أن تكون ردة الفعل غير متوقعة أنا لا أوافق بهذه الحدة على الأقل كانت التحذيرات تتجه إلى صاحب القرار أن ردة الفعل ستكون أكثر حدة مما جرى كان متوقعاً كل الذي حدث وحذرنا السلطة التنفيذية حذرنا أصحاب القرار أن لا يأخذوا هذه الخطوة لأن خطوة صعبة لا يستطيع الأردن والمواطن الأردني تحملها في هذا الظرف العصيب للأسف نداءاتنا وتحذيراتنا ذهبت أدرج الرياح الحكومة متشبثة بمجموعة من الكلاشيهات بأن هناك أزمة اقتصادية أنا أعتقد أن الأزمة في الأردن أزمة هيكلية وليست أزمة اقتصادية كان ينبغي أن يكون هناك حالة من الانفراج السياسي حتى يتحمل الناس هذا العب الاقتصادي أما انسداد الأفق السياسي والاستعصاء الاقتصادي وظروف المعيشة الصعبة وحالة العبث السياسي والاستبداد والحكم المطلق كلها أدت إلى زيادة احتقان الشارع وتفجره الآن نحن أمام استحقاقات الخطوة التالية ما الذي ينبغي أن نفعله ما الذي ينبغي على صانع القرار وخصوصا وأعني بصانع القرار الملك عبد الله أن يفعله في هذه اللحظة الوضع متأزم نحن نستعيد الآن مناخات أشد وطأة مما جرى في نيسان 1989 هل يريد صانع القرار أن يدفع البلاد نحو الصدام نحو المجهول نحو الاضطرابات اليوم شهدنا أن كثيرا من العابثين استثمروا هذه الحالة الغاضبة وأخذوا بتحطيم الأمكن العامة إحراق الأبنية قطع الطرق هذا ليس من الحراك في شيء لذلك ينبغي أن يكون هناك حل سريع نحن مقدمون على يوم آخر غدا الخميس الجمعة أعتقد أن الشارع إذا لم يكن هناك حل سريع ربما يشهد تفجرات أكثر حدة مما جرى نحن الآن نتحدث عن مواجهات مباشرة ما بين المتظاهرين الغاضبين وبين قوات الدرق وقوات الأمن هل يحتمل الأردن مزيد من هذا التصعيد؟ هذا الحل السريع أستاذ برهومة لا يبدو أن الحكومة لديها مثل هذا الحل والسؤال لك أستاذ هاني قرار مثل هذا النوع على الأقل كان يفترض أن يقدم بشكل تدريجي أن تمهد الطريق له على الأقل ليس في أول الشتاء الآن الناس في أول الشتاء وتعرف استهلاك الوقود في هذه المرحلة لماذا لم تدرس الحكومة يعني على الأقل البديهيات التي كان يمكن أن تخفف من هذا الاحتقان في الشارع ما في شك أن الحكومة كان لديها الوقت الكافي ذي دراسة وحتى توقع مثل هذه النتائج وهذه المواجهات التي حدثت منذ ليلة أمس واليوم ويتوقع أن تتصاعد في اليومين القادمين المشكلة ليست في عدم قدرة الحكومة على التوقع أنا أعتقد أننا إذا أزمة مركبة أزمة اقتصادية وأزمة سياسية طريقة التصدي للأزمة الاقتصادية ناجمة عن جوهر الأزمة السياسية ليس هناك عملية استجابة لمتطلب ديمقراطي حقيقي وهو على الأقل في المرحلة الراهنة اختيار أو انتقاء أو تكليف حكومة وطنية حكومة مقبولة من الناس موثوقة من الشعب المشكلة هي أزمة ثقة في السلطة التنفيذية بكاملها وليس بحكومة بعينها والمسألة لا تتعلق بإجراء منفرد مثل رفع أسعار النفط والتبريرات التي سيقت في هذا السياق المشكلة أن الناس فقدوا الثقة بالسلطة بسبب من تراكم عمليات الفساد والأعباء التي ترتبت على عمليات الفساد التي استمرت لسنوات طويلة تفوق العقد أو أكثر من ذلك هذا الفساد لا يستطيع الناس تقبل معالجة أو دفع ثمن سياسات وإجراءات أصحاب القرار أستاذ هاني في الأردن وعلى رأس الملك ألا يدركوا هذه المسألة أن الفساد المسألة مستفقلة في الأردن لا يتقبلوا أي حلول صعبة حتى ونكادة اضطرارية الحل هو بحزمة من السياسات وهذه الحكومة لا تمتلك هذه الحزمة الحكومة تمتلك تبريرات وتخويف للناس وتحذيرات من مغبة انهيار الاقتصاد الأردني وانهيار العملة الأردنية وما إلى ذلك المسألة هي أن المطلوب من أي حكومة على رأس السلطة في الأردن أن تتقدم بحزمة متكاملة حزمة اجتماعية اقتصادية بمعنى آخر إذا طلبت من الناس أن تقدم تضحيات يجب أن تعدهم وتكافئهم من جانب آخر لا توجد المكافأة ولا توجد فقط ألعب ينصع على الناس والذين ارتكبوا عمليات فساد لا يعاقبوا أو يعاقبوا رمزيا والعملية بكاملها ليس غير واضح أن هناك حلول لها هناك معدلات البطالة في الأردن لم تتغير من انتفاضة نيسان من نهاية التمانينات معدلات الفقر بسوى الفقر في تزايد انهيار الطبق الوسطى في تزايد إذن السياسات الاقتصادية بكاملها سياسات فاشلة وسياسات منحازة وسياسات لا تلبي مصالح المواطنين فإذن لماذا يضحي المواطن ويدفع ثمن هذه السياسات وقد يقال لنا أن الحلول الجذرية لن تضع حد للأزمة الحالية كل حكومة تدعي نفس الشيء أنها تحاول معالجة نعم أستاذ هاني أعتقد أنك لا تسمعني للأسف الوقت يدهمنا أود أن ننتقل إلى الأستاذ موسى بشكل سريع تحدثت أستاذ موسى عن مسألة الحل السريع هل بالفعل هناك حل سريع لمشكلة الأردن هل ما نشهده اليوم وبالأمس هو فقط رأس جبل الجليد كما يقول البعض ما هو تصورك أنت على الأقل للحل المرحلي يعني نبغي أن نشير إلى حلين حل سريع وعاجل وحل مرحلي يمكن أن يكتسب صبغة الاستراتيجية الحل العاجل هو العودة عن هذا القرار هذا قرار تأزيمي قرار غير مدروس قرار فجر الشارع وإذا استمرت السلطة السياسية في عنادها فربما تكون هناك مفاجآت كبيرة ربما يكون هناك صدام ويسيل دم ويدخل الأردن في نفق معتم لا نعرف آخره وبالتالي وجدنا أن ردة فعل الشارع كانت غاضبة وصاقطة وأكثر مما توقعته السلطة التنفيذية وأجهزته الأمنية إذن الحل بالعودة عن هذا القرار هذا قرار ظالم وغاشم وقاسي لا يستطيع المواطن الأردني أن يتحمله فوق الأعباء نعم ولكن أستاذ برغوظة البعض يرى أو يقول أن الملك اتخذ قرار من هذا النوع في المرة الماضية حين كان هناك قرار مشابه برفع الدعم جمد القرار استبدلت الحكومة ولكن البعض يقول هذه علاجات بالأسبرين لا ليست علاجات حقيقية إنما هي مجرد تأجيل للمشكلة لمرحلة لاحقة صحيح صحيح ولكن نحن أنا تحدثت عن حل سريع وحل مرحلي ربما لا يكتفي بحبوب الأسبرين وإنما يذهب باتجاه الجراحة العاجلة الجراحة العاجلة يكون من خلال حكومة التوافق وطني حكومة تتمثل فيها كل مكونات الحياة السياسية في الأردن لا يتم إقصاء المعارضة لا يتم إقصاء الحراك الشعبي منها وبالتالي الذهاب إلى انتخابات تفق قانون انتخاب توافقي غير هذا القانون الذي يشردم المجتمع ويفتته وهو السبب في أزمات سياسية واقتصادية واجتماعية هذا قانون انتخاب الصوت الواحد إذا توصلنا إلى هذا الصيغة المرحلية يمكننا أن نذهب إلى انتخابات تتوفر فيها شروط النزاهة وتفضي إلى انتخاب برلمان يمثل الإرادة الشعبية ويمكن حينها أن يتحمل الناس أي قرار نحن نتذكر الآن مثلا ما جرى في المغرب في المغرب جرى رفع الأسعار بنسبة 27% وتحمل الناس لأن البرلمان الذي اتخذ هذا القرار برلمان جرى انتخابه شعبيا إذن الشعب وقواها السياسية تتحمل وتتفهم أما الآن هناك تشويش في الأرقام هناك كذب هناك تضليل هناك عدم ثقة بكل ما يصدر عن الحكومة حتى لو كان صحيحا إذن ردم هذه الهوى من انعدام الثقة بين المواطن والدولة يتعين أن يتم من خلال عملية سياسية تحقق انفراجات حقيقية الإصلاح في الأردن إصلاح شكلي ولم يتعدى حدود الشكلية نحن نطالب بإصلاحات حقيقية يشعر المواطن بأثرها نحن نريد أن نكون منظومة النزاهة الوطنية من خلال مكافحة الفساد بشكل حقيقي ومنهجي وليس بشكل انتقائي وبشكل كيدي كما نرى الآن وبالتالي حينما تتم سيادة القانون والمساواة والعدالة الاجتماعية أتوقع أن الشعب يمكنه أن يتحمل ينبغي أن يكون الشعب شريكا في الحكم لا متلقيا سلبيا تهطل عليه القرارات الاقتصادية والسياسية وما عليه إلا أن يتقبلها ترجمة نانسي قنقر